وقعت شركة هاينسز مصر بالشراكة مع FBB تيك الإماراتية عقد مشروع تصنيع المنتجات الكهربائية في منطقة العين السخنة في مصر وتبلغ مساحة المشروع 1100000 متر مربع بالاستثمارات التي وصلت إلى 38 مليون دولار وطاقة انتاجية تصل إلى مليونين ونصف المليون وحدة ويستهدف المشروع في مرحلته الأولى انتاج أجهزة التلفزيون وأجهزة التسجيل الصوتية والشاشات لتصديرها بنسبة 30% للسوق المحلي و70% لمختلف دول العالم وقال رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين أن هذا المشروع يأتي اتساقا مع التزام اقتصادية قناة السويس بتحقيق مستهدفات الدولة في دعم الصادرات المصرية لتصل إلى 100 مليار دولار بحلول 2030 ترجمة نانسي قنقر